محمد مونير واحتفال العيد القول ومحافظة الجيزة عايزين بس شوية تفريح كده بكرة اللي هو بكرة ان شاء الله اي حد عنده ثقة في بلده ما يبقى اشعل انا عليها يتطمن بلده بتشتغل عاصمة الادارية النهاردة النهاردة بدأ الشغل عاصمة الادارية مية وسبعين الف فدان اتبدأ الشغل في حوالي عشر تلاف قدام حضراتكو ده المرحلة الاولى اللي هتخلص في خلال 18 شهر من النهاردة من النهاردة المرحلة الاولى تخلص كان على عشر تلاف فدان اللي هيبقى فيه ايه جميع الوزارات كل الوزارات هتبقى في العاصمة الادارية الجديدة دي وكل السفارات هتبقى في العاصمة تخيل شوف انتوا بتعملوا ايه بتتنين البلد نقلة تانية افرغ كل السفارات اللي موجودة في وسط القاهرة في الزمالك وفي العجوزة ومش عارف فينه وفي المعادي وجاردن سيتي ووسط البلد ولا السفارة امريكية على السفارة بريطانية على السفارات بتاعت التمويل الاجناب دي كلها تتنقل تروح هناك التجم الطريق ده العاصمة الجديدة فالعاصمة الجديدة يبدأ النقل مع البرلمان كمان مجلس النواب كل اللي بقول لحضراتكم القطاعات والجهات الخاصة بالدولة كلها الحكومية تروح هنا بدأوا يشتغلوا النهاردة من قولين العرب وشركات اخرى بدأت اليوم بداية الطرق وبدأ توصيل الميا والمرافق كاملة يبدأ من النهاردة وتماهد وتخلص وتبني وتشتغل وكل التحية ان انت مجرد ما قلت عزيلا حالكم النهاردة عدد كبير جدا بدأ يشتغل النهاردة هنشوف دلوقتي ما انا بقول لحضراتكم ايه جيت لقيت يا جماعة ايه الاخبار الطيبة دي هي دي الاخبار الطيبة قدامك ده هو على فكرة هيتعمل زي قناة سويس اللي هو ايه شغل 24 ساعة يعني الاربيات دي والوارديات دي واردية 8 ساعة 24 ساعة شغال المنظومة بتاعة قناة السويس اللي تعاملت هي نفس المنظومة اللي هتتعمل في العاصمة الادرية الجديدة 18 شهر تخلص المرحلة الاولى العشر تلف فدان اللي هو كل إداراتك هيئاتك وزاراتك جئاتك الحكومية تروح هنا هو تخيل شوف كم مليون بيروحوا كل يوم للوزارات دي ما لهمش علاقة بقى من لما تشوف الشغل بيحصل ازاي تفرغ القاهرة وسط القاهرة من الملايين ييجوا هنا هو في المنطقة دي عشان كده انت عملت الشبكة الطرق ما الطرق انت بتعملها ليه عشان ننقل حركة كلها من العاصمة من قلب لعاصمة ما انت بتعمل بقى الشغل من بدر للطرق عشان المكان ده وعشان ننقل العاصمة كلها اللي جاي من اسكليها عايز حاجة من وزارة الكهرباء يا سيدي لا تعال هنا هو جاي من قصيوت ولا من زواج عايز حاجة من وزارة الري تعال هنا هو وهنعمل لها هنيل وزارة الري ممكن نعمل لها هنيل هنا هو بدل ما هي في النيل نعمل لها هنيل هنا هو ممكن يعني نوصل لها توصيلها ما فيش اي مشكلة عايز يعمل مش عارف ما وزارة الداخلية تعال هنا هو الداخلية اتنقلت قف التجمع منطقة قريبة ولكن على الاقل يبقى موجود وزارة العدل يبقى موجود كل اللي عايز مجمع التحرير ده هيتشاء مش هيبقى فيه مجمع تحرير كل هيبقى هنا فبقول لها ادي الشغل هو العاصمة الادارية الجديدة العمل 24 ساعة لن ينقطع ان شاء الله ان شاء الله من اليوم لمدة 18 شهر احسبوها تكاليف هيتصرف عليها وبدأ اهو شوفوا الطريقة هيتعمل ده طريق ده اهو الطريق بتعمله